أهلا بكم خص قداسة البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي في الحديث عن زيارته التاريخية للمملكة المغربية حيث تحدث قداسته خلال اللقاء عما شكلته الزيارة التي مثلت خطوة جديدة على طريق الحوار والإخاء مع الأخوة المسلمين لتؤكد الدور الأساسي للأديان في الدفاع عن كرامة الإنسان وتعزيز السلام والعدالة والعناية بالخليقة مشيرا إلى أنه تم خلال الزيارة توقيع على نداء من أجل مدينة القدس لتحفظك إرثا للإنسانية ومكان للقاء لا سيما بالنسبة للمؤمنين من الديانات الثلاث وختم قداسة البابا حديثه بالقول نحن مدعوون كأبناء لله لعيش الأخوة الإنسانية مع الجميع ولأن نرى في كل شخص أخا لا سيما المحتاج والمهمش ونرى فيهم جميعا وجه المسيح المخلص داعيا الرب الإله أن يبارك الجميع ويحرسهم من الشرير أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون والأشخاص الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا خاصة للأطفال والمسنين والمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص المتألمين سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس تكلم قداست البابا اليوم عن زيارته الأخيرة للمملكة المغربية وعبر عن شكره الخالص لجلالة الملك ولكل السلطات والشعب المغربي على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة أوضح البابا أن الزيارة مسلت خطوة أخرى على طريق الحوار واللقاء مع الإخوة المسلمين وتأكيدا للدور الأساسي للأديان في الدفاع عن كرامة الإنسان وتعزيز السلام والعدالة والعناية بالخليق بيتنا المشترك تم توقيع على نداء من أجل مدينة أوراشليم القدس لتحفظ المدينة المقدسة كإرس للإنسانية وكمكان للقاء لا سيما بالنسبة للمؤمنين من الديانات الثلاث كما زار البابا المهاجرين واللاجئين مؤكدا على أهمية أن يقدم لهم الضيافة والحماية والتعزيز والإدماج كما شكر الكنيسة في المغرب على التزامها في خدمتهم بسخاء في اليوم الثاني ذهب قدسته لزيارة مركز الخدمات الاجتماعية الريفية والذي تديره راهبات المحبة مع العديد من المحليين المتطوعين ثم التقى بعد ذلك بالكهنة والمكرسين وبمجلس الكنائس المسكني في كاتدرائية مدينة الرباط مشجعا إياهم ليكونوا خميرة وملحا ونورا عبر عيش المحبة فيما بينهم ومع الجميع هكذا ينمو وينتشر الإيمان المسيحي أي عبر الشهادة الجاذبة لا عبر الضم البغيد اختتم الباب الزيارة بالاحتفال بالقداس الإلهي بمشاركة الألاف من المؤمنين داعيا الجميع لتزوق جمال تدبير الله الآب اللازي يوريدو أن يشاركو جميع أولاده فرحاته من خلال الغفران والمصالحة والآن تحياتي الباب باللغة الإطالية لأبناء الشرق النتيقين اللغة العربية أكثر من خلال الزواج من، غماتك نثologie 5 لنسلة ترجمة نانسي قنقر كأبناء لله لعيش الأخوة الإنسانية مع الجميع ولأن نرى في كل شخص أخ لاسيما المحتاج والمهمش وأن نرى فيهم جميعا وجه المسيح المخلص ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير